بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدين يا اخي تفاجأت يعني حالي حال كثير من المسلمين بصلاة خلط بلط صلاة العيد اقيمت في احد الساحات او في احد مصليات العيد في مصر الحبيبة صلاة خلط بلط رجال وحريم مكس مع بعض يصلون هذي صلاة انتم وين جايبينها شوفوا معي الفيديو اخواني الكرام وراح ارجع علق عليه الله 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 الحمد لله الحمد لله اخواني الرحيم مالك يومك احب احنا احنا تكلمنا من تقريبا اربع خمسة ايام عن المسجد الليبرالي في ألمانيا قلنا والله هذا الليبرالي وهذو الأحذية وعملاء في أرجل الحكومة الألمانية ومعروف يعني يعني لا حوله لا قوتها فهالدول لا بد أن يجندون ناس منافقين دجالين يطلعون صورة مشوهة للإسلام لكن في مصر في مصر يعني هذول الناس يعني عندهم دين ما عندهم دين فاهمين مش فاهمين وين الأزهر وين الأزهر وزارة الأوقاف ولا أنتم بس فاضين في حرب على الحجاب والحرب على الإسلام وتتكلمون في التفهات يعني معقول إحنا وصل الحال فينا رجال وحريم مع بعض إحنا قاعدين نحارب الاختلاط في العمل نحارب ونحرم الاختلاط في العمل وفي المدارس حتى سار فيه اختلاط في الصلاة حسبي الله نعمل وكيل حسبي الله نعمل وكيل يعني أنا أخواني الكرام بعطيكم حكمة ليش إنه ما فيه اختلاط في الصلاة أو ليش يعني المسلمين قبل في بعض الأنجاس يزورون في تاريخ يقول لك لا والله كانوا الحريم يصلون مع المسلمين يا أنجاس كانوا الحريم يصلون في الصمود الخلفية وكان فيه ستار كانوا الحريم وره والرجال في الأمام وكانوا الرجال لا ينظرون ولا يشوفون ولا يختلطون في الحريم أنا بعطيك حكمة واحدة تخيل تخيل أنت الآن الله أكبر تصلي وأمامك امرأة تصلي جنبك عفوا تصلي أمامك لو سجدت المرأة اللي أمامك إيش؟ عيونك وين بتروح عيونك لو المرأة سجدت أمامك عيونك وين بتطالع وين بتشوف بتشوف خلفياتها صح ولا لا؟ قاتل الله المنافقين والنفاق حسبي الله نعم الوكيل فما في اختلاط في الصلاة ولا اختلاط في العمل ولا اختلاط في المدارس سويتوا الاختلاط الآن في الصلاة وين الأزهر؟ وين علماء مصر؟ وين المشايخ؟ وين وين وين؟ خلونا الواحد يرتاح يا أخي خلونا الواحد يوم يومين يرتاح من مشاكل الأمة ما في فايدة ما في فايدة فعلا أنا صراحة أقدر أقول أن هذا جهل أكثر من ما أقول والله أنه مثلا فعل متعمد أقول أنه رقم واحد جهل فالناس رقم واحد جهل ورقم اثنين تعمد وعن قصد وعن عمد من الأزهر ووزارة الأوقاف يعني ما في حد يطلع بيان ما في حد يقول يا ناس اللي تساونا غلط فعلا والله أنا أقول لكم أن الدين يعني المفروض أن يكون إحنا كمسلمين أول أولوياتنا لكن للأسف صار آخر أولوياتنا آخر أولوياتنا يهان الدين يسب الدين يحرق القرآن يجتم الرسول ولا حد سأل ولا حد سأل أنما لو يسب مثلا السيسي ولا يسب العسكر فورا في نفس اللحظة قبل ما ينطقها هو في مزعبل على طول يعذب حسبي الله ونعم الوكيل وبعدين يطلع لك واحد ليه إن شاء الله ما ينصرنا إن شاء الله ينصركم يا أخي ينصركم وين ينصركم وأنتوا تنتهكون حرامات الله يوميا تنتهك حرامات الله أتمنى الرسالة تكونوا صفحة حسبي الله ونعم الوكيل أتمنى الرسالة تكونوا صفحة